بعد ساعات من ضربة البوكمال ولتجنب التوتر والتصعيد وزير الخارجية فؤاد حسين يطير إلى طهران في إطار تحركات دبلوماسية لطلب التهديئة ومحاولة لجم جماعات المسلحة التي أقحمت العراق في صراع المسلحة وحولت الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات رغم أن الزيارة تأخذ إطارها البروتوكولي لكن طبيعة الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل الموالية إلى إيران على أربيل على السفارة الأمريكية دفعت الحكومة العراقية إلى أن تتحرك وبالتالي ممارسة تأثير وضغوط على طهران لوقف الدعم لهذه الفصائل ومن ثم إيقاف عملية الإرباك الداخلي وأيضا عدم المساس بسيادة العراق أو حتى اهتزاز صورة العراق الخارجية تأتي هذه الزيارة في وقت تقف فيه المنطقة على صفيح ساخن من الأحداث والتصعيد بين طهران وواشنطن خصوصا بعد الضربة الأخيرة التي نفذها البنتاجون على مناطق سورية ضرب بها مسلحين تابعين لإيران وفقا لتصريحات واشنطن التي أوصلت رسالة أمريكية لطهران مفادها أن الضربة ستقابل بضربة ولا سبيل إلا الدبلوماسية لتجنب التصعيد حكومة السيد الكاظمي حقيقة تمضي قدما في عملها رغم الصعوبات والمعوقات ولكن تبقى هذه خلايا الكاتيوشا والميليشيات الفاعلة تحاول عرقلة هذه الجهود وتحاول إيصار رسائل مزدوجة إلى الحكومة العراقية وإلى الحكومة الأمريكية بأننا موجودون وهذه الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال هذا الشهر ضمن مساعي حكومية لاحتواء انزلاق التوتر بين إيران والولايات المتحدة إلى صدام مفتوح في العاصمة بغداد يكون الخاسر فيه العراقيون في رأس الدوليم قناة الفلوجة بغداد